في اغنية مثلا كده لغاية دلوقت لما بتيجي على دماغي بتلاقي نفسك كده بتوعي تدندينيها مع نفسك لا مش اغنية بس ده اغاني اغاني بس يرتب من انا حاجة لا اغاني اغاني يعني انا 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 اقولك في اول بدايات في اول بدايتي في الاغاني اللي انا اشترط بيها واللي كان كاتب الاغاني دي اللي يرحمه استاذ مصطفى الطائر كان يعني انا الفلكلور انا اداتهوله بس طبع الفلكلور ما يتغناش بعابله لازم يتصفى للكلمة الخارجة تتشال وتتحطى عشان مصنفات اه وكمان اه فكان جاري هو اللي اكتشفني مصطفى الطائر اه يعشان واحد يقول الحقيقة فهو اللي اكتشف اه ففي يوم داخل علي فلقاني بغني بس الباب يعني كنا جراب فلاق الباب بتاعي مقفول فقعد يصنط فقال لي بس بعد ما ما خلس وانا بغني فراح راح مخبط قالك لازم بقى تتجي فقال لي بس ده احنا عايزين الصوت اللي الصوت ده كان ساعتها فعلا بيدور على صوت يكون مالوش بديل يعني صوت فترة الاغنية اللي انت غنيتيها اه يعني كنت بقول ايه يا صغيرة يا حلا بنات الحارة خوفي عليك من الحسد والجارة يا صغير يا حلا بنات الحارة خوفي عليك من الحسد والفتنة ندرن عليا لو تدوم والفتنة لاتفعل ابوك فدان وعمارة هي صغير يا رايح لا بنات الحارة خوفي عليك من الحسد والجارة هي صغير يا كان عمرك كاف سنة وانتي بتغني الاونية دي صغيرة يعني عارفة كنت متجوزة كان عندي 14 سنة كنت متجوزة عندي 14 سنة